نرحب بضيفين من تونس سيدة جنات بن عبدالله خبير التشؤون الاقتصادية والمالية أهلا بك سيدتي ونرحب أيضا بسيد إبراهيم الوسلاتي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكما ضيفان على شاشة الغد أبدأ معك سيدة جنات كيف تفسرين ظاهرة مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد بشكل غير مسبوك نعم هي جائحة كورونا أثرت على تنقل وحركة رأس المال العالمي في كل العالم وما تترقره التقرير لمجلة جنافريكا المغادرات الأخيرة كانت ذات علاقة مباشرة مع تراجع الطلب والصعوبات التي تشكو منها الشركات الأم في إيطاليا وفي فرنسا مما أثر على الطلب والإنتاج في هذه الشركات مما دفعها بغلق فروحها في تونس وإجمالا رأس المال يبحث والمستثمر يبحث عن الاستقرار السياسي يبحث أيضا عن الاستقرار الاجتماعي وأيضا عن مناخ استثمار يتسم بالأضوح وأضوح الرؤية وبمحاربة الفساد أيضا وبكل أسف تونس اليوم تمر بمنعرج خطير يتسم بعدم أضوح الرؤية يتسم أيضا بحكومة لا تملك برنامج واضح ليست لها السيطرة على مفاصل الاقتصاد التونسي وقد أجرتم في تقريركم أن تونس اليوم تتواجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض لتعبئة وتوفير يعني موارد ميزانية الدولة تشكو عجز على مواجهة النفقات يعني لهذا الشهر والأشهر القليلة القادمة وبالتالي هذا المناخ يعني عدم الاستقرار عدم أضوح الرؤية يؤثر أكيد على المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي فضلا عن تداعيات جائحة كرومة على الطلب يعني العالمي مبأ أثر على القدرات الإنتاجية وخروج اليوم وأنا أرفض كلمة هروب يعني هروب الشركة الأجنبية أنا أفضل استعمال يعني عدم يعني أو خروج أو مغادرة هذه الشركات في انتظار الاستقرار استقرار الوضع الاقتصاد العالمي جنافك هي التي من وصفت ذلك بالهروب طيب سيد الوسالاتي هل هذا الوضع الاقتصادي المهدد بالانهيار أليس كافيا لتنحية الخلافات والجلوس على طاولة الحوار داخل البلاد وإنهاء الأزمات السياسية والصراعات والاتهامات فعلا هو المناخ السياسي متعفن وألقى بذلاله على الوضع العام في البلاد وكانت له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى الاستثمار وأيضا على المستوى الاجتماعي ورأينا من بين هذه التداعيات كثرة الإضرابات العشوائية والاعتصامات ناهيكو أن هناك إضرابات تدوم أكثر من شهر وهذه يعني سابقة خطيرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال بالرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل يسعى دائما جاهدا لإيقاف يعني هكذا إضرابات عشوائية والتدخل لفضها ولكن الصراع الموجود في أعلى هرم السلطة بين رئيس الدولة من جهة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة من جهة أخرى جعل هذا المناخ غير مستقر وغياب إرادة سياسية قادرة على فرض القانون لأن القانون مع الأسف في تونس نسمعه ولكن لا نراه ولا نشاهده يتبق على أرض الواقع بالتالي هذه الرؤية الضببية وعدم قدرة الحكومات المتتالية منذ 2011 وإلى غاية اليوم على فرض الاستقرار وتنقيط المناخ الاجتماعي الاجتماعي أقول الاجتماعي حتى تسمح بالشركات الكبرى المستثمرة في تونس من دعم الاستثمار وتطويره ولكن مع الأسف شفنا أن الشركات هذه لما وجدت الحكومات المتتالية عاجزة وغير قادرة على فرض الانضباط وعلى فرض القانون فضلت مغادرة البلاد وهذا نشوفه أحنا تدعية تمتعه على المستوى الاقتصادي بالأساس على المستوى الاستثمار ارتفاع نسبة البطالة اللي وصلت تقريبا نسبة 18% وتضرب بقوة خاصة في صفوف الشباب وصفوف الشباب من حامل شهائد التعليم العالم صحيح سيدة جنات كنت قد أرجعت سبب مغادرة هذه الشركات للبلاد أزمة كورونا التي أثرت على تونس وليس فقط على تونس وأيضا على هذه الدول الأجنبية طيب مع تراجع معدلات إصابات كورونا هل يحد ذلك من وطيرة مغادرة تشاركات بل وتشجيع المغادرين على العودة نعم نتمنى نتمنى ذلك ولكن هذا مرتبط أيضا بقدرة الحكومة على وضع برنامج حقيقي وواضح لأن في تونس تم وضع الإطار القانوني والتشريعي للاستثمار الأجنبي وحماية كل حقوق وما ينقص اليوم رغم تحفظاتنا تجاه طبيعة الاستثمار الأجنبي الذي يدخل في تونس والموجه أساسا للتصدير وليس لطريقة اندماج الاستثمار الأجنبي في تونس مما جعل هذه القطيعة بين السوق التونسي وهذا الاستثمار الأجنبي رغم تحفظاتنا على طبيعة هذا الاستثمار الأجنبي إلا أن تونس تبقى في حاجة له باعتبار كفاءة اليد العاملة وعدد المهندسين الموجودين في تونس والباحثين عن شغل باعتبار أن هيكلة سوق الشغل اليوم تغيرت وأصبحت يد العاملة والكفاءات العالية موجودة وتبحث اليوم عن الشركات وعن استثمار قادر على استيعابها وخوفنا اليوم من هذه هجرة الأزمغة إلى الخارج مما يشكل تهديد حقيقة على القدرات الانتاجية في البلاد هل يفرد ذلك أو يدفع الدولة التونسية لتقديم تنازلات لهذه الدول أو الأطراف المستثمرة من أجل العودة؟ بالنسبة لأعتقد أن لا نتحدث عن تنازلات ولكن نتحدث عن حكومة قوية ذات برنامج تحافظ على استقرار القوانين وعلى ثبات المسار لا نتحدث عن تنازل بقدر ما نتحدث عن مناق عام للاستثمار وخاصة الاستقرار الاجتماعي بما يفرض تفاوض مع المنظمة الشغيلة وإيجاد أرضية تفاهم وخاصة ثقة متبادلة بين المنظمة الشغيلة والحكومة بما ينعكس إيجابا على جذب الاستثمار الأجنبي في تونس وبالتالي لا مجال الحديث عن تنازلات بقدر ما نتحدث عن قدرة الاقتصاد التونسي على جذب الاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن يد العاملة ذات الكفاءة العالية لها مسؤولية ولها قدرات استيعاب عالية وهذا يتوفر في السوق التونسية ولكن يبقى المناخ السياسي يبقى عامل هام وهام جدا وطالما أن هناك صراعات بين الرئاسات الثلاث فهذا سيمثل خسارة حقيقة وخسارة لفرص استثمار جديدة ونحن في أمس الحاجة باعتبار ارتفاع نسبة البطالة وخاصة نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهاد العليا وبالتالي اليوم حان الوقت لهذه السلطة السياسية والرئاسات الثلاث أن تذهب إلى الهدنة السياسية رأفة بالشعب التونسي ورأفة أيضا بالاقتصاد التونسي باعتبار أن ما ينتظرنا سيكون صعب وصعب جدا خاصة في ظل الشروط الموجعة والمشحفة التي ننتظرها من صندوق النقد الدولي وصلت هذه الفكرة سيد إبراهيم إلى أي مدى تشكل هذه الظاهرة ظاهرة ذهاب أو مغادرة الشركات الأجنبية لتونس إلى أي مدى يشكل ذلك ضغطا على حكومة المشيشي هي حكومة المشيشي مع الأسف هي حكومة عرجاء لأن فما أحداش ملا يقل عن أحداش وزير لم يتمكنوا من مباشرة عملهم والانتصاب بسبب رفض رئيس الجمهورية دعوتهم لأداء اليمين الدستورية وتعيينهم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ثم هذه الحكومة مع الأسف حزامها السياسي ما ينفك يبتزها المتكون أساسا من حركة النهضة اللي هي الحزب الأول في البلاد هناك عملية ابتزاز واضحة ومفضوحة من طرف الحزام السياسي بالنسبة للحكومة وبتبيعة الحال أن هذه الحكومة ليست لها رؤية رؤية ضبابية وفي ظل هذا الصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة الذي أصبح يطالبه تقريبا بصفة غير مخفية برأس هشام المشيشي للوصول إلى توافق والتوافق المغشوش عشناه في الفترة السابقة وهناك أصوات الآن ترتفع من هنا ومن هناك ساعات أحياناً يدفع من الحزب الأول من حركة النهضة تنادي بالعودة إلى التوافق ولكن هذا التوافق جربناه مع الباجي قيد السبسي رحمه الله وشفنا البقالات متاعه كانت كارثية بالتالي أن على هؤلاء الرؤساء ما يسمى بالرؤساء وهذه أحدى البداعة التونسية عنا ثلاثة رؤوس ثلاثة رؤوس يعني وكأننا في ثلاثة دولات وهذه فكرنا يعني في الإمارات اللي كانت في الأندلس وأذكر هنا البيت الشهير لأحد الشعراء يعني ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد نحن مع الأسف هنا شفنا وأن رئيس الحكومة أدى زيارة إلى ليبيا بدعوة من نظيره الليبي وكانت هناك جلسات عمل وكانت ترأس وفداً طويلاً وعريضاً في عدد من الوزراء فيه محافظة البنك المركزي فيه رجال أعمال وفيه مجموعة مصحفيين واليوم زاد السافر إلى قطر يعني بنفس يعني عساءً ربما يتوسل إلى اتفاق مع إمارة قطر للحصول على بعض القروض ولكن في الأثناء شفنا رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤدي الزيارة إلى تونس بدعوة من الرئيس قيس سعيد في غياب رئيس الحكومة يعني هذا رئيس حكومة ورئيس دولة ورئيس برلمان عندهم حواليه خمسة أشهر لم يلتقوا مع بعضهم البعض في الأثناء انتهى وقف المقابلة سيد إبراهيم الوصلاتي ولكن لا مبيه مع الأسف شكراً جزيلاً لك إبراهيم الوصلاتي الكاتب المحلل السياسي وشكر موصول سيدة جنات بن عبد الله خبيرة شؤون الاقتصادية والمالية ترجمة نانسي قنقر